أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور التوعوي والتنويري والتتقيفي للأجيال الحالية والمستقبلية في الجمهورية الجديدة الذي تقوم به المؤسسات الصحفية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة المقبلة لتواكب ما تعيشه مصر من تقدم ونهضة على جميع المستويات وأعرب الرئيس السيسي في مقال كتبه في صحيفة الأهرام تحت عنوان تحية تقدير واعتزاز بمناسبة صدور عددها رقم خمسين ألف عن تحيته وتقديره إلى أبناء مؤسسة الأهرام بمناسبة هذا الحدث المتميز والفريد أضاف رئيس السيسي أن احتفال الأهرام بصدور العدد الخمسين ألف جاء وسط تحديات وظروف صعبة ومعقدة تمر بها القضية الفلسطينية تلك القضية الراسقة في ضمير ووجدان كل مصري وعربي اشتركوا في القناة